اشتركوا في القناة وانجازاتها في كل الميادين وأعرب جلالة الملك المعظم عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واعتزازه بما يحققه سموه من انجازات مشرفة لوطنه وبجهده المخلصة والمقدرة في قيادة العمل الحكومي نحو مزيد من التطور والتميز وتبني المبادرات التي تعزز مسارات التنمية ومتابعته المستمرة التي أسهمت في انجاز العديد من المشروعات الكبرى الطموحة التي تخدم الوطن والمواطن وتسهم في تعزيز ما كانت المملكة وتقدمها في مؤشرات التنمية بعد ذلك أشاد جلالته بالنجاح الكبير للقمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين برئاسة جلالته وتحقيقها قرارات وتوصيات بناء ستسهم بإذن الله في تعزيز وحدة الدول العربية وتضامنها ودعم مسيرتها التنموية وتحقيق الأمن والسلام والازدهار الإقليمي معربا أيده الله ورعاه عن تقديره لمشاركة إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية ومساهمتهم القيمة في إنجاح هذه القمة المباركة لتحقيق أهدافها المرجوة لخير أمتنا العربية وشعوبها مثمنا حفظه الله كافة الجهود التي بذلت من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والقطاع الخاص وكل من ساهم في الاعداد والتنظيم المتميز الراقي والترتيبات الممتازة لهذا الاجتماع التاريخي العربي على أرض مملكة البحرين كما أشهد حضرة صاحب الجلالة رعاه الله خلال لقاب نتائج زيارته الرسمية الناجحة لروسيا الاتحادية الأسبوع الماضي ومباحثاته المثمرة مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة والتي ستعزز من الشراكة التاريخية الوثيقة والنهوض بالتعاون الاستراتيجي إلى مستويات أكثر إلى مستويات أكثر تقدما وازدهارا في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين المتبادلة معربا جلالته عن الشكر لفخامته لما أحيط به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعرب جلالة الملك المعظم عن تطلعه في الوقت ذاته للقائه مع فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة في زيارته الرسمية المقبلة للصين والتي ستشكل انطلاقة مهمة وجديدة في علاقات البلدين المتنامية والارتقاء بها إلى أفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك لصالح شعبيهم الصديقين وأكد جلالته في هذا السياق حرص مملكة البحرين على بناء جسور التعاون وإقامة الشراكات مع مختلف دول العالم على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ترجمة نانسي قنقر